اشتركوا في القناة 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 ولا يقولوا ان هذا اجماع بل يقول لا اجد شيئا يدفعه لا اجد شيئا يدفعه وشتان ما بين لفظ اجماع وما بين قوله لا اجد شيئا يدفعه الاصل الثالث اذا اختلف الصحابة اخذ ما كان اقرب الى الكتاب والسنة اذا اختلف الصحابة وتخير من اقوالهم ما كان اقربها الى الكتاب والسنة ولم يخرج عن اقوالهم فاذا لم يتبين له موافقة احد الاقوال حكى الخلافة فيها ولم يجزم بقول قال اسحاق ابن ابراهيم ابن هاني في مسائله قيل لي ابي عبد الله يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف قال يفتي بما وافق الكتاب والسنة وما لم يوافق الكتاب والسنة امسك عنه قيل له افيجاب عليه قيل لا الاصل الرابع الاخذ بالمرسل والحديث الضعيف كان يأخذ بالمرسل والحديث الضعيف اذ لم يكن في الباب شيء يدفعه هو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالحديث الضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوق الذهاب اليه والعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من اقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث الى صحيح وحسن وضعيف بل الى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذ لم يجد في الباب اثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا اجماعا على خلافه كان العمل به عنده اولى من القياس وليس احد من الايمة الا وهو موافق على هذا الاصل من حيث الجملة فانه ما منهم احد الا وقدم الحديث الضعيف على القياس لكن معلوم ان كلمة الضعيف هنا ليس ذلك الموضوع او ذلك الذي يرد او ذلك الذي فيه راو متهم او غير ذلك او منكر كل ذلك لا يمكن الامام احمد ان يقبله لكن الضعف كما تعلم درجات والامام احمد رجل حديث كما هو رجل فقه فمفهوم الضعيف عنده ليس كما يتصور بادي الرأي الخامس القياس اذا لم يكن عند الامام احمد في المسألة نص ولا قول صحابي ولا قول صحابي ولا اثر مرسل او ضعيف عدل الى الاصل الخامس وهو القياس فاستعمله للضرورة قال سألت الشافعية عن القياس فقال انما يصار اليه عند الضرورة وهذا مر معنا ونحن نتدارس مذهب الشافعي فهذه الاصول الخمسة هي اصول فتاويه وعليه مدارها رحمه الله وقد يتوقف في الفتوى لتعارض الادلة عنده او لاختلاف الصحابة فيها او لعدم اطلاع فيها على اثر او قول احد من الصحابة والتابعين وكان شديد الكراهية والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها اثر عن السلف كما قال لبعض اصحابه ياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها ايمان وكان يسوّغ استفتاء فقهاء الحديث واصحاب مالك ويدل عليهم ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث ولا يبني مذهبه عليه ولا يسوّغ العمل بفتوى قال ابن هاني سألت ابا عبد الله عن الذي جاء في الحديث اجرأكم على الفتية اجرأكم على النار فقال ابو عبد الله يفتي بما لم يسمع قال وسألت عن من افتى بفتية يعني فيها قال فإثمها على من افتها قلت على اي وجه يفتي حتى يعلم ما فيها قال يفتي بالبحث لا يدري ما اصلها وقال ابو داود في مسائله ما احصي ما سمعت احمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول لا ادري قال وسمعته يقول ما رأيت مثل ابن عوينة في الفتوى احسن فتية منه كان اهوان عليه ان يقول لا ادري الان نأتي الى هذه المسألة الامام احمد يقول اولا ابو داود يقول كثيرا ما اسمع الامام احمد يقول لا ادري الامام ابو داود يقول كثيرا ما اسمع الامام احمد يقول لا ادري والامام احمد يقول عن سفيان ابن عوينة ان الامر هين عليه فإذا سوء يقول لا أدري لكن الإنسان عياذا بالله إذا كانت فيه جرأة على الفتياء يرى أن قول لا أدري فيه منقصة فهنا يغيب جانب الورع جانب لقي الله فيقول بأي شيء يجيب به السائل ثم يحتج يقول اشتهت هذا الذي أعرفه لا يلام المرء بعد اشتهاده وهو لم يقرأ في المسألة ولم يبحث وليس أهلاً لأن يتكلم فيها لأول مرة يسمعوا هذا السؤال ولم يقرأ لأحد ولم يسمع حديثاً فيها ولم يبحر ولم يبحث ثم يقول هذا الذي اجتهدت فيه وهو غير ملزم أن يجيب لأنه بإمكان السائل أن يسأل غيرك خاصة في زماننا هذا لكن أنت حتى تنشي عالماً حقاً فذّاً أنشئ الورع أول الأمر في قلبه والإنسان يتأثر بمن يراهم فالإمام أحمد تأثر بسفيان يقول كان سفيان بن عيين أهون شيء عنده الفتية لماذا أهون شيء عنده الفتية لأنه إذا لا يعلم يقول لا أدري ولذلك أخذها الإمام أحمد عنه فقال أبو داود كثيراً ما سمعت الإمام أحمد يعني لا أحصي كم مرة سمعت الإمام أحمد يسأل فيقول فيقول لا أدري وهذا الذي اعتبره ابن القيم خمسة هو في الحقيقة أربعة وهي الكتاب والسنة وقول الصحابي والقياس هذا تعليق الشيخ عمر الأشقر على كلام من القيم في أعلام الموقعين ثم إن أصول الإمام أحمد لم تقتصر على أربعة ولا على خمسة كما هو مبين في أصول فقه الحنابلة فأصول الاستنباط عند الإمام هي الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي والقياس والاستصحاب هذه زائدة والمصالح المرسلة وسد الذرائع كل ذلك موجود في فقه هذا الإمام والحضر الكبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة نأتي لمطلب خامس من القضية تدوين مذهب أحمد ودووين مذهب الحنابلة كان الإمام أحمد يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي وما ذلك إلا ليتوفر الاتفاة إلى النقل يعني يريد للناس أن يعود للنصوص ويزرع في القلوب التمسك بالأثر وقد شغل وقته في جمع السنة والأثر وتفسير كتاب الله تعالى ولم يؤلف كتابا في الفقه وكان غاية ما كتبه فيه رسالة في الصلاة كتبه إلى إمام صلى وراءه فآساء في صلاته ورسالة قد طبعت وانتشرت في الآفاق ثم جاء أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال فصرف عنايته إلى جمع علوم أحمد بن حنبل فطاف في البلاد للاجتماع بأصحام أحمد وكتب ما روي عنه بالإسناد وصنف كتبا في ذلك منها كتاب الجامع ويقع في أكثر من عشرين مجلدا وهذا الكتاب هو الأصل لمذهب الإمام أحمد رحمه الله نتم ما يتعلق بتدوين المذهب وما يتعلق بالإمام نفسه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى نستانف معكم حديثنا عن الإمام الجليل إمام أهل السنة في زمانه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقد ذكرنا أن الإمام أحمد لم يرد عنه أنه كتب رسالة في الفقه إلا رسالة في الصلاة لأنه صلى وراء إمام رأى أنه أساء في صلاته فكتب في ذلك رسالة فقهية في الصلاة ثم جاء الخلال أحمد بن محمد بن هارون فأخذ يجمع فتاوى الإمام وجمعها في كتاب يقال له الجامع وهذا الكتاب كما قال العلماء هو الأصل لمذهب الإمام أحمد رحمه الله وقد روى بعض مسائل من أحمد أبو داود سليمان بن أشعث صاحب السنة ثم بدأ المذهب يتوسع وتأتي دووينه ونأتي إلى أشهر من ألف فيه أبو القاسم عمر بن أبي علي الحسين الخرق المتوفى سنة 324 كتب كتابا مختصرا سماها مختصر الخرقي وقد اشتغر هذا الكتاب وشرحه كثير من فقهاء المذهب وقد زدت شروح على ثلاثمائة الشرح وأفضل هذه الشروح وأشهرها شرحان المغني للشيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي وشرح القاضي أبي يعلى محمد بن حسين ابن الفراء والمغني أكبر حجما من شرح أبي يعلى ولم يقتصر ابن قدامة في المغني على المسائل التي يريدها الخرقي بل يذكر المسائل التي ذكرها ويبين غالب الروايات إمام المذهب بل يذكر أقوال إمة المذاهب ويذكر أدلتهم ويبين الصريحة من الضعيف كما يذكر أقوال الصحابة والتابعين والقاضي أبو يعلى متفق في منهجه مع ابن قدامة في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة للمسائل التي يعرضها لكنه يقتصر في شرحه على المسائل التي مذكورة في المتن نفسه الموفق رحمه الله يعتبر شيخ المذهب بحق وقد عرف فقهاء الحنابلة وغيرهم قدرة فمؤلفات أصبعت العمدة في فقه المذهب الحنبري وكما كان رجل علم فإنه رجل تربية وقد ألف عدة مؤلفات رعى فيها المستوى العلمي لطلبة العلم وألف الشيخ الموفق ذلك كتب غير المغني هي العمدة والمقنع والكافي ورعى الموفق في مؤلفات أربع طبقات فصنف العمدة للمبتدين وقد اختصر فيه على المعتبد في المذهب شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم ألف المقنع لمن ارتقى عن درجتهم ولم يصل إلى درجة المتوسطين فلذلك جعله عاليا عن الدليل والتعليل وجعله وسطا بين التقصير والتطويل غير أنه يذكر الروايات عن الإمام أحمد ليجعل لقارئه مجالا إلى كد ذهنه ليتمرن على التصحيح وصنف الشيخ الموفق الكافي للمتوسطين وذكر فيه كثيرا من الأدلة لتسمو نفس قارئه إلى درجة الاجتهاد في المذهب وترتفع إلى مناقشتها حينما يرى الأدلة ولم يجعلها قضية مسلمة ثم ألف المغني لمن ارتقى عن درجة المتوسطين وهناك يطلع قارئه على الروايات وعلى خلاف الأئمة وعلى كثير من أدلتهم وعلى ما لهم وما عليهم من الأخذ والرد فمن كان فقيها النفس حينئذ مرن نفسه على الاجتهاد المطلق إن كان أهلا لذلك وتوافرت فيه شروطه هذا الكلام مجمل قاله ابن بدران ونقله الشيخ عمد الأشقر وقرأته بنصه حتى تعلم جهود إمام الموفق الدين رحمه الله في خدمة هذا المذهب المبارك مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة من الكتب كذلك في هذا المذهب المبارك كتاب الفروع لأبي عبد الله محمد بن مفلح المتوفى سنة 763 للهجرة مقداثنا أهل العلم على هذا الكتاب يمدحه وهو لا يختصر فيه على مذهب أحمد بل يذكر المجمع عليه والمتفق مع الإمام أحمد في المسألة والمتفق مع الإمام أحمد في المسألة والمخالف له فيها من الأمة الثلاثة وغيرهم وقال ابن مفلح في مقدمة كتابه هذا كتاب في الفقه على مذهب أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه اجتهدت في اختصاره وتحريره ليكون نافعا للطالب وجردته عن دليله وتعليله غالبا ليسهل حفظه وفهمه على الراغب وقد شرحه ابن العماد شرحا سماه المقصد المنجح لفروع بن مفلح وشرحه محب الدين أحمد بن نصر البغدادي الأصل ثم شرحه عليه أشبه بالحواشي لا أريد أن أكثر عليك أيها القاري ننتقل الآن إلى ما يتعلق بالإمام أحمد من حيث الورع والتقوى من أعظم ما يبتلى به الناس الشهرة وهي أمر قد يقع قدريا لا يطلبه الناس لكن يروى عن الإمام أحمد أنه كان يقول طوبة لمن أخمل الله ذكره طوبة لمن أخمل الله ذكره لأن معرفة الناس بك والشهرة نوع من الفتنة غير يسير لكن الله جل وعلا أعلم بسرائر عباده وأعلم بمن يريدها ممن لا يريدها ومن من تكون الشهرة له فتنة أو تكون عليه نقمة أو من تكون به رحمة وله للناس فضل والمقصود أن هذا الإمام عرضت عليه الدنيا فأباها وعرضت عليه الفتن فردها ونفعها كما قالوا في وصفه ويظهر والعلم عند الله والصرائر أمرها إلى ربنا أن الرجل أي الإمام أحمد رحمه الله تمت إخلاص عظيم في قلبه ومراقبة لله في السر والعلانية وتمسك بالنصوص والآثار وعدم الخوض فيما لا ينفى ثم إنه ابتلي رحمه الله بمسألة القول بخلق القرآن وظهرت في زمنه تقلدها الخلفاء وفتن فيها فتنة عظيمة وثبت ورغم أن الكثير من من عاصروه من كان يغدو معهم ويروح لم يثبتوا كثباته والإنسان غالبا إذا رأى أن غيره سقط يهون عليه أن يسقط وإذا رأى غيره تراجع يهون عليه أن يتراجع وإنما الإنسان يبتلى حقا إذا كان الناس قد ثبتوا فتخشى أن لا تثبت حتى لا تعير لكن إذا كان أكثر أهل زمانك أهل أكثر علمائك أكثر علماء الذين أنت منهم قد سقطوا فإن ذلك يهون الأمر على النفس لكن الإمام أحمد لم يقبل هذا كثير من من حوله إما توقفوا وإما قبلوا ما أملأ عليهم الخليفة وقد يكون لهم عذر عند الله وليس المقصود محاكمتهم لكن هذا الإمام الجليل أبى ذلك أبى أن ينصع لأقوال أهل البدع والأهواء وثبت ثباتا عظيما وناله أذى كبير وسجن وجلد في زمن المعتصم وزمن الواثق وقبل ذلك أيام المأمون لما دعا إلى الفتنة في أول الأمر ومن الله عليه بعد ذلك أن جاء المتوكل فأفرج عنه وعظم السنة والمقصود ثباته الذي به بعد ذلك زاده الله رفعه على رفعه وعظم شأنه عند العامة ولذلك كانت جنازته شيئاً غير مألوف خرجت بغداد كلها حتى ذكروا أن النصارى بكوا يوم وفاته أي أن كان هذا النقل صحيحاً أو غير صحيح هذا يقال باب الاستيناس هو المهم منزلته عند الله والناس شهود الله عز وجل في أرضه ولما إلى اليوم تذكر هذا الإمام بإجلال وتعظيم له في القلوب غير غيره الناس يتحدثوا عن الإمام أحمد لا يتحدثون عن فقه لا يتحدثون عن حفظه للحديث لا يتحدثون عن علمه لكن تراهم يحبون أحمد لما يرون عليه من لباس التقوى لما يرون عليه من رداء الخشية هذا الذي أول ما يتبادر إلى قلب وعقل ولسان المؤمن هو يتحدث عن هذا الإمام الجليل وهذا هو الفخر الحق فطوبى لي أحمد إن كان صادقاً مع ربه ونسأل الله أن يكون مع الصادقين ولو جاز لنا أن نحكم بالغيب لقلنا لكن ليس ذلك لنا تولى الله عز وجل من عباده السرائر والمقصود أننا نقول في ختام دروسنا هذه في ختام برنامجنا تاريخ الفقه الإسلامي في جزئه الأول نقول إنه أعظم رداء لأهل العلم الخشية الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء ولما قيل لإمام أحمد عن رجل كان في زمانه كان إمام أحمد يجله فكأن البعض عاتبه فقالوا أي شيء نراد من العلم إلا الخشية وقد كان فلان رأساً في الخشية والمراد خشية الله وتعظيمه وإجلاله هذا المقصود من حفظ المتون وقراءة القرآن ورواية الحديث وغير ذلك الإنسان لا يثني الركب ويبحر في الكتب إلا لينجم عن ذلك تعظيم الله وإجلاله والخوف منه تبارك أسمه وجل سنعه وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى وألبسنا الله إياكم لباسي العافية والتقوى ويجعلنا الله إياكم ممن يستفيد من هذه الدروس ومن غيرها وأن يجعلنا متقين خائفين من ربنا أينما كنا وحيث ما نزلنا ونسأل الله لنا ولكم العاقبة الحميدة وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين